اهلا بكم مشاهدين الترام في الحلقة الجديدة من دينامجكم بالمصر منذ ايام قليلة راحت كل الاخبار في الشرق الاوسط ومنطقة شرق المتوسط تتحدث عن تصالح مصري تركيا تركيا التي دابت خلال الاعوام السبعة الاخيرة على معادات القاهرة وعلى اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها ان تنغص الحال في مصر تركيا هذه نفسها وعلى لثاني رئيسها رجل طيب اردوغان راحت تطرح كل اساليب التودد الى القاهرة تكسرت الانباء لا نعرف دقة ماذا يجري حتى الان لكن المؤكد ان نتيجة هذه الاخبار هي نتيجة مباشرة على جماعة الاخوان المسلمين جماعة الاخوان التي اتخذت من تركيا مركزا رئيسيا لها منذ صورة 30 يونيو في مصر راحت تراقب هذه الاخبار وما يخصها منها وهو خاصة ما ذكر عن ان تعليمات تركية وجهت الى محطات الاخوان في تركيا باتباع ميثاق الشرف الاعلامي المطبق داخل تركيا على هذه القنوات راحت هذه القنوات تترنح راحت مزيعوها بعضهم يندب حظه بعضهم يبشر بمهوقات بعضهم يقرر الرحيل بدى واضحا ان ضربة موجعة اصابت التنظيم في مقتله وفي مقره المؤقت في تركيا كل هذا اتى في الزكرة الثالثة والتسعين لتأسيس الجماعة التي اصيست عام 28 هذه الحلقة هذه الليلة سوف نناقش ليس فقط ما جرى في تركيا ويجري وسيجري ولكن عنوان اكثر اتساع من هذا هو في زكرة البداية ومؤشرات النهاية هل هذا الانوان هو عنوان صحيح فيما خص الجماعة ما هي مؤشرات هذه النهاية اذا صحت هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا الكرام سعدنا في هذه الحلقة ان يكون معنا هنا في الاستوديو الصديق العزيز والاستاذ مختار نوح خبير الحركات الاسلامية بشكل عام والاخوان بشكل خاص اهلا بيك استاذ مختار وطبعا القانوني والمشرع السابق والقانوني الدائم اهلا بيك الصديق القديم والصديق طبعا القديم هذا هو يعني الاصل ويشرفنا ايضا الاستاذ طارق ابو سعد الباحث المتخصص في شأن جماعة الاخوان اهلا بيك استاذ طارق اهلا بيك حضرتك كما ينضم الينا من الرباط الاستاذ الدكتور ادريس الكمبوري الكاتب والباحث المتخصص في جماعات الاسلام السياسي اهلا بيك دكتور ادريس اهلا دكتور ضياء مرحبا وتحييري لضيفك الكريمين يعني استاذ مختار يعني هذا العنوان ولا ادري اذا ما كانه صحيحا ام لا عنوانه هذه الحلقة الاخوان ذكرى البداية ومؤشرات النهاية هل اتكهدنا فاخذنا اجرا واحدا ام اخذنا اجرا ليه لا طبعا ده عنوان صحيح ودقيق وكان اعتقد في هذه الحلقات كان التنبؤ الاول بسقوط الاخوان في خلال سنوات نعم نحن رايك تذكر ودي مسألة مش متوقعة من النهاردة بس متوقعة من زمان واحنا قلنا ان الاخوان دائما في مادة السياسة والعلم الاستراتيجي سقطين دائما ولذلك بيكرروا الاخطاء وبنفس الصور فاحنا دلوقتي في مرحلة طبعا التنظيم سقط اولا بلائحته وباسلوبه في العمل حينما غاب القائد الفرد لم يجده من يدير له الامور ثانيا سقط بالانقسام والتشرزم ثالثا سقط بتكرار الاخطاء عن طريق الاعتماد على حليف واحد يستخدمه فالاخوان دائما هم مستخدمين وليسوا مستخدمين 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 دائما حتى في موقعهم الاخير في تركيا ظنوا انهم يستخدمون المناخ التركي بينما المناخ التركي كان يستخدمهم فاذا ما انتهت المصالح او انتهى نوع الاستخدام سقطوا في براث عودة العلاقات الطبيعية اللي لازم تعود لان السياسة عودة مصالح لا يجوز الرهان على فرس واحد فانا اوافق جدا هذا العنوان واول انه كان متوقع في هذه الحلقات وفي هذا المكان صحيح من قدة سنوات صحيح بعض ادل الجماعة التي اتسعت ووصلت الى اكثر من ستين دولة وحكمت بعض من تنظيماتها واحدابها بعض الدول وشاركت في الحكم في دول اخرى هذه الجماعة ظن البعض ان وصولها الى الحكم في مصر دولة المركز عام الفين واثناشر بالاستيلاء على مجلسي الشعب والشورى ثم على رئاسة ظن البعض ان هذه هي النهاية السعيدة نعم لأعوام كانت في هذا الوقت تزيد عن الثمانين عاما ثم بعد عام واحد من الحكم في مصر ونحن الان قرابة ثماني سنوات على هذا بدأ ان المصار قد اختلف تماما ما بين البداية ومؤشرات النهاية كيف تقرأ جماعة الاخوان الاخوان لهم دورة حياة مروا بيها اربع مرات تبدأ بالدعاية الدعاية تحت شعار الاسلام المباشر التقليدي وانهم دعاء وانهم يحملون فكرا اسلاميا جديدا ويحثون الناس على الالتزام والاخر وبعدها من خلال هذه الدعاية وده كلام حسن البنة ايلوف اكتر من رسالة وهذه ممارسات تطبقت في اربع دورات للحياة الاخوان تبدأ وتنتهي يبدأ بالدعاية ثم يبدأ بالتكوين التكوين عبارة عن تجنيد من يؤمن بافكار الاخوان وبعدين يبدأ مرحلة التنفيذة هي محاولة الوصول الى السلطة او الحكم او سيطرة على مفاصل المجتمع قبل الدولة لكن العيب الجيني في فكر الاخوان لازم يظهر في السمرة السمرة النهائية دورة حياة الاخوان تبدأ ببزرة ثم ساق الاولى تقصد عام 48 انتهت مع الحل الاول الدورة الاولى انتهت في 48 ولكن لم تنتهي كاملة وتم الانتهاء من الرأس النظام عادوا مرة اخرى دورة حياة اخرى نظام الاخوان ام النخرش النظام الاخوان حسن البنة حسن البنة هو كان الرأس وكان الملحقات وظن من في السلطة انه بانتهاء حسن البنة انتهت الجماعة ولكن كان التنظيم اكثر قدرة على ان هو يعيد نفسه مرة اخرى ويعيد تدوير نفسه مرة اخرى حتى وصلنا الى اربعة وخمسين ومحاولة اغتيال عبد النصر والسيطرة على مفاصل الدولة ايضا مرة تانية اعادوا نفسهم مرة تانية دورة حياة اخرى بدعاوي معينة الى وصلوا الى تكوين اخر الى تنظيم 65 ومحاولة خيضا سيد قد ثم جاءت الدورة الاخيرة اللي هي مع السبعينات برضو دخلوا المجتمع عبر الدعاية الدعاية انهم جماعة دعاوية وانهم يعني يحيون الشعائر الاسلامية ويبثونها في المجتمع وانهم يطالبون المجتمع ان يعود مرة اخرى الى اسلامه والى ثقافته الاسلامية لا كل مثل هذه الدعايات كان الغرض منها دائما وفي كل المراحل وفي كل الدورات الحياة اللي مر بها الاخوة المسلمين منذ البداية الى حتى اللحظة هي الغرض منها جذب عناصر وتجنيدهم داخل التنظيم ده كلام مش مخفي وكلام مش متقولين عليه ده كلام حسن البنة وتم تطبيقه عبر تجنيد الافراد وتسكنهم في التنظيم بحيث ان التنظيم يكون متواغل يستطيع ان هم يسيطروا به على النقابات يسيطروا به على مؤسسات المجتمع المدني يسيطروا به على مؤسسات ثقافية الى اخر ان يقولوا السيطرة العيب الجيني انهم يظنوا في لحظة انها ليست العملية سياسية ولكن عملية دينية سياسية اجتماعية فبالتالي لابد ان يحصل بينهم وبين المجتمع صدام الصدام مش بس مع السلطة الصدام مش بس مع مؤسسات المجتمع صدام مع المجتمع نفسه مع افراد الناس مع احد الناس فيصل بهم إلى الصدام الصدام ده هو اللي بيرجع الإخوان تاني إلى نقطة النهاية البعض بظن دي نقطة نهاية يعني انتهت حياة الإخوان لكنهم قادرين على أنهم يعيدوا نفسهم تاني عبر فكرة والتمركز حولها يعيدوا نفسهم في دورة حياة دعني هذه الفرضية سننقشها في الفقر الخادم لكن أذهب إلى الرباط دكتور إدريسي الكمبور يا دكتور إدريس من موقعك في المملكة المغربية وأيضا من نظرتك للأشقاء السلاسة في شمال إفريقيا تونس والجزائر وليبيا ثم من نظرة البعيدة إلى مصر وإلى أيضا دول العالم الأخرى وخاصة في منطقة آسيا هل ترى معنا أننا فيما يخص جماعة الإخوان أننا بالفعل في هذه الزخرة الثالثة والتسعين لإنشاء الجماعة أننا نرى مؤشرات للنهاية نعم هي في الحقيقة مؤشرات النهاية ظهرت قبل بضع سنوات مما يصطل عليه بالرأي العربي الآن وأنا أعتقد أن كتاب الباحث الفرنسي أوليفيروا للشكل الإسلام بوليتيك فشل الإسلام السياسي نعم إسلام السياسي نعم فشل الإسلام السياسي قد تحدث عن مشموعة من التمظهورات والتجليات التي ظهرت بالفعل بعد مرحلة الربيع العربي وأنا شخصيا أصدرت كتابا سنة 2012 قبل خروج محمد مرسي وختمت الكتاب بفصل عنوانته من الإسلاميين إلى الإسلام قلت بأن الإسلاميين سوف ينهزمون لكن الإسلام سوف ينتصر أنا أعتقد بأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي العالم كله كانت استجابة تعبير على المرحلة من المراحل مثلا فيما يتعلق بالربط بين الدين والسياسة أنا أعتقد بأن هذا الربط كان مقبولا في فترة من الفترات فترة الإيديولوجيات كان جميع الأحزاب جميع التنظيمات السياسية في العالم العربي لديها عقيدة لديها إيديولوجيا بما في ذلك التيارات القومية التي ليست لها إلا دعوة توحيد العالم العربي مع ذلك كان في قلبها في مخها يعني دعوة عقدية هذا الربط بين الدين وبين السياسة لدى الإخوان المسلمين بالشكلة نعام عالميا كان شبه طبيعي اليوم ظهر بأن هذا الربط لم يعد مقبولا الناس الرأي العام المواطنون يعودون إلى الدين لكن يبتعدون عن الإسلام السياسي وهذه طاهرة أصبحنا نلاحظه مثلا فيما يتعلق بالمغرب الحزب العدل والتنمية ربما فهم بشكل بصير في النظر على اختلاف طبيعة النظام السياسي عندنا في المغرب عن غيره لكن الحزب العدل والتنمية فهم هذه القضية فهم بأن الناس عندما تصوتوا عليه لا تصوتوا على عقيدته الدينية وعلى أطروحته الإيديولوجيا وإنما عن برنامجي السياسي وإذلك دع إلى الفصل بين الدعوة بين السياسي حتى وإن كان في اعتقاد هذا الفصل فصلا شكليا كما حصل بالنسبة لي لحركة النهضة أنا بالنسبة لي ما زال هذا الفصل فصلا شكليا وما زال هناك ربط بين الدين والسياسة وأمام الإخوة المسلمين أمام تيارات الإسلام السياسي وقت طويل لكي يستوعبوا المرحلة الجديدة ولكي يفكوا الارتباط لكي يعيدوا الدين إلى مكانته إلى المواطنين إلى المجتمع الأهلي كما كان لدينا في تاريخنا الإسلامي وأن يتعاملوا مع الشأن السياسي على أنه شأن تدبيري تدبير للشأن العام يمكن أن يخفق فيه الإنسان أو أن يربح لكن لا يمكن أن يتعلل فيه بأقطعه أو صوابه لا يمكن أن يتعلل بما هو ديني كما نرى اليوم بالنسبة للجماعة الإخوة المسلمين الرغم الذي حصل في مصر ورغم الكوارث التي تسببت فيها جماعة الإخوة المسلمين وتوريط مجموعة من المواطنين يعني في الدفاع مع الجيش والأمن الوطني ما زال هناك يعني حديث عن نميحنا بالشيء كمان وأننا تحدثوا عن أحمد بن حنبل يعني هذا توظيف سياسي غير مقبول لم يعد مقبولا اليوم ولا أعتقد أن الناس يصدقه صحيح طيب أستاذ مختار يعني هناك سؤال جوهري طبعا الأستاذ طالق طرح مقولة أخرى أن هذه دورة حياة العنماء يفهقون منها أنا شخصيا لا أوفقه الرأي لكن أريد أن أطرح إليك هذا الرأي الذي لا أوفقه فيه يعني يبدو لي أن الجماعة اليوم ليس فقط الحليف التركي وفي الطريق ربما وسيتضح مع الأيام أيضا الحليف القطري سيتخلون عن الجماعة لكن أتحدث عن الجماعة في ذاتها هل هذه الجماعة الآن بعد كل هذه التشققات وكل هذه التعرّجات ما بين سواء القيادة التي هي في السجن معظمها أو القيادة البديلة أو الشباب أو الذين سلكوا طريقة لهم في صراحة أو الذين يرغبون في مبادرة كما قال إبراهيم مونير مرشد المؤقت قبل أيام قليلة أو يومين من لندن هل نحن إذا جماعة قابلة للحياة مرة أخرى سواء بشكل القديم أو حتى بشكل جديد هو طبعا أنا كان نفسي أخذ مساحة مساحاتكوة لتأييد أستاذنا يضيف يعني من المغرب الدكتور إدريس الدكتور إدريس لأن بصراحة قال كلام حلو كان واحد نفسي يقوله إنما هو بس مع اختلاف المصطلحات إنه أنا بعتبر أن دي جماعات سياسية لكنها استدعت الإسلام لزوم المصلحة لزوم النفعية فما فيش حاجة يسمى الإسلام سياسي الحية خالص يعني السياسة إيه السياسة والإسلام هو الإسلام والجماعات التي لم تستدعي هذه التجارة أو البراقة اللي هو الإسلام هي التي استمرت زي الحركات الصوفية الخليدة والقديمة ومشكلة ذلك وبرضو جماعات التبليغ والدعوة التي يعني بعضت عن السياسة تمام إنما أنا في الموضوع اللي حدك قلت إحنا فيه في التكوين الإخوان داخل الإخوان فيه الديناميت اللي بينسفن منذ نشأتها زي ديناميت البعد عن المؤسسية أول ما يتقبض على الفرض اللي بيدرها أو يموت الدنيا كلها تختل لأنه ما يدرهاش مؤسسة يدرها فرض وغالبا بيبقى فرض مجهول اتنين طبعا ما فيهاش المؤسسية اتنين فيها تعميق الثقة بالغيب بالغيب اللي هو الفرض اللي مش موجود يقول لك الثقة في القيادة ودي عوامل الدكتاتورية الظالمة مش الدكتاتورية العديلة بقى الدكتاتورية الظالمة مفيش حاجة اسمها تداول مؤسسات مفيش حاجة اسمها سلطة كلام ده كل منواقع اللائح مش منواقع افتقات حد عليهم لا تتحدث عن مرشد العلني ومرشد الخفي المرشد الخفي ده هو اللي بيديره لما يموت محتش يارف انه مات خالص وحتى فيما بعد هو محمد محمود عزت لما تقفض عليه الدنيا ضربت لخمة وبعدين دلوقتي احنا عندنا اربعة قائم بعمل المرشد انتقسام شديد بتحمل في بزرها الهيكلية هيكل التنظيم ذاته بيحمل عناصر ضماره اصلا من غير الدوشة ومن غير القبض على مرسي ومن غير بتحمل فاذا مات مكنت ظهرة هذه العناصر التصابق على المنافع تعيين الاهل الثقة مش اهل الكفاءة الدولة بالنسبة لهم غنيمة قطعة جتوه فتظهر عملية النفع السياسي اللي هي ملاش علاقة بالاسلام ولذلك التطبيق دائما يؤدي لذلك حتى في النقابات المهنية احنا لما دخلنا النقابات المهنية كانت تجارب سيئة قلة كفاءات مش موجودة مجلس الشعب ما كانش فيه واحد شوز مختار نوح كان مسؤول عن نقابات المهنية وكان عضو من مجلس الشعب اه وكنت عضو من مجلس الشعب ما كانش فيه واحد في البرلمان بيعرفع الفرق من الاستجواب ولا ولا انه ما طب بتعين ليه اصوات عم الشيخ اللي هيجزب اصوات صورة نفعية لاستغلال الدين ولذلك نص اللي حتى بتاعت الاخوان ادت الى هذا الفشل زائد ان الاخوان دائما عدوة للجنة السياسية كانش تحترم ابدا اللجنة السياسية دائما كان يجي مسؤول السياسي اذا ما ادى بنصيحة فهذا اخلال بمبدأ الثقة والقيادة وبالتالي حملت الاخوان منذ البداية نحو التجلل اكبر لهذه العوامل التجلل اكبر يعني في الاربع دورات اللي ذكرهم المروب الازمة هذه الازمة هي الاكبر هي التي لا انا باعتبر يعني ان كان قصد بالدورات ان هي لازم تمر في فترة الشباب اي فكرة نفعية صحيح بتمر في فترة الشباب بالذات لما ييجي واحد استغلاق ويمدها بالدعم السياسي والدعم زي ما حصل في السبعينيات خد الدعم بس هذا الدعم زائف لانه مش دعم في بناء التنظيم نعم دعم في زيادة حجم الخداع باسم الاسلام مش اكتر تهيئة مناخ لان ينخدع الناس باسم السحر والاسلام ومشاكل ذلك وحتى العلاج بالرقية والحجامة والسحر ومشاكل ذلك اصدار في هذا الوقت لذلك سيدي انا بقول ان الاخوان مشت في نهج واحد ثابت وان سقوطها ليس بعده بعده عودة هو الاخير هو الاخير في رأيي نعم سقوطها كتنظيم هو الاخير سقوطها كفكر يعتمد على نشاط المسلمين الحقيقي لان الناس الان يتجهون الى الاسلام الحقيقي كما قالوا استاذنا ولا يتجهون الى الاسلام الحرك او صاحب الهطاء هنخرج الى فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصلنا الاول نخرج اليه ونعود لكي نستانف وردها مع ضيوفنا الكرام اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة الاخرى المواصل حوارنا مع ضيوفنا الكرام استاذ طارق امو السعد يعني الصوات لك طبعا الحق في المناقشة التعقيب لكن يعني اوضح اكثر ما اريد ان اسأل عنه انت ذكرت بالفعل هناك دورات وحقيقية لجماعة الاخوان وهناك ما تسمى بنظرية المحنة المحنة مصطلح مركزي لدى الاخوان لعادة القيام والاستئناف مرة اخرى هل نحن هذه الدورة هي الرابعة والاخيرة هل هي هل مصطلح المحنة قابل لعادة الاستخدام كما استغدام مثلا بعد 65 وبعد 48 وبعد 54 لعادة اما ان هناك عوامل موضوعية الان تحول دون قيام الجماعة مرة اخرى وخاصة ما ذكرته ان وهو ان هذه المرة العداء الاكبر نعم ليس مع الدولة او الحكومة ولكنه مع المجتمع نفسه نعم الحقيقة يعني لشان اوضح بس اللي انا كنت اقصده انا كنت اقصد ان الاخوان بتبدأ وبتنتهي في دورة البعض بيظن ان بعد انتهاء دورة دي ربما كانت الدربة القاصمة للاخوان وبتبع فيه دلائل واشارات الى انها بالفعل انتهت لكنها بتعيد نفسها مرة اخرى السبب في ده بالنسبة لي انا كقاري لتاريخ الاخوان ان الفاعل الاول في انشاء جماعة الاخوان لم تكن تجلي اجتماعي ديني يعني المجتمع محتاج جماعة او جمعية يعبر فيها عن اسلام ولكن كانت هناك قوة غربية موجودة في المجتمع المصري هي من انشاءت هذه الجماعة لاغراض هي كانت في حاجة اليها ابسطها واسهلها زي ما قال هو نفسه حسن بنا في اللايحة لايحة الاخوان سنة الفة تسوماعة وثلاثين ان الهدف منها موجهة الالحاد المقصود بيها الانتشار الفكر الشيوعي اللي كان موجود في الدولة المصرية في مطلع العشرينات والرؤية اللي كانت بعد انتصار الثورة البلشفية وفيه تمدد للفكر الاشتراكي ووالاخره فكانوا حابين ان هما يوقفوا المنظومة اذا هناك قوة غربية استخدمت الاخوان في بداية النشأة في كل مرحلة من المراحل اللي بتبدأ فيها دورة الاخوان مرة اخرى في الانتعاش كنا نلاقي دايما هناك ارادة غربية في نشأتها توافقت مع الاخوان توافقت مع رؤية الدولة وقتها او السلطة او رجال الحكم ده قصة تانية لكنه دايما هناك رؤية غربية هل هي خلما الان من انشأ الجماعة ما زال يريد استخدامها حتى اللحظة هناك صراع بقر في العالم بيدور فيها صراع معين محتاج ايدولوجيا دينية علشان يأجج الصراع ده الخطاب الاخواني في اللحظة النهاردة اللي بنتكلم فيها لا طبعا لكنه بيجهز للخطاب ده خطاب متعصب ديني متعصب يحتاج فيه الجماعة دي هل احنا هنوافق طبعا ما تمناش ده يحصل هل المجتمع المصر حيوافق باعادة الاخوان طبعا امتمنى انه ما يحصلش لكن انا بحذر ان لما بقول دورة اخشى ان يعاد مرة اخرى اعادة الاخوان نظرا لان هناك من يقف ضدها واذكر ان بريطانيا حتى اللحظة لم تصنف هي والولايات المتحدة الامريكية لم تصنف الاخوان كمع ارهابية عظم طيب استاذ مختار اعود اليك الى انا اعود مرة اخرى الى الدكتور ادريسي الكامبوري وهنا يعني سؤال لها علاقة بالاحداث الحالية معظم الدارسين والمحللين لجماعة الاخوان ونشؤاتي عام 1928 ونشأت ايضا بعض التكوينات مثل الجماعات الشرعية وغيرها عام 26 و24 يحولون الامر الى انهيار الخلافة العثمانية عام 24 وانه بعد انهيار الخلافة ظهرت مجموعات وحركات كثيرة تحاول ان تستعيد المجد او ما بين قوسين المجد والان يبدو واضحا ان حلقة اخيرة من حلقات انهيار الاخوان ايضا جاءت من تركيا تركيا في المرتدأ وتركيا في المنتهى بدأ ان تركيا بطموحات اردوغان شبه الخلافية معنى الخلافة وطموحاته الاقليمية ارتكزت لفترة ما منذ مجيء الرئيس السائل الاسبق مدمرسي في مصر على جماعة الاخوان الان واضح انه خلال اسبوع الاخير راحت طموحات الجماعة في تركيا ارض الخلافة تزول مع عوامل اخرى هل تركيا في المفتدأ والمنتهى لها معنى فيما اقول ابقى هو نفس المشكلة او نفس الاسلوب اللي استخدمه الفكر الديني حينما اراد ان يسيس نفسه واراد ان يستخدم شعارا يجزب الناس ويداعي بعقولهم مثل الصحراء كما قلت من قبل وانوامل انواع التجارة بالشعارات ايضا اردوغان كان في حاجة الى هذا الشعار لان اردوغان نفسه دولته اتجهت الى القومية والعلمانية بشدة ولم يكن الامر يتطلب الا استخدام شعار نادر يخاطب به افئدة الجماهير المرطنة فلجأت تركيا الى استعراض او استحداث او استجلاب فكرة الخلافة على انها كانت فكرة انتصار مع انها كانت فكرة جرائم وكانت فكرة فتحات ودبح ودم وفكرة اسقاط البعض للبعض حتى اخر من حاول فكرة بيع يعني كان كلها فكرة خيانة ولم تكن فكرة خلافة اسلامية وحينما ارادت تركيا ان تطبق الخلافة او اردوغان بالذات وقفها هنا في الممتصف انها يريد ان يداعب العلمانية ويكسبها فماذا يفعل ينصف الدستور على النوع العلماني ويجيز الدعارة ويجيز مش عارف الايه كل المبقات اللي في الدنيا وزواج المثليين اجازوا وفي الجانب الاخر اراد ان يداعب فريقا اخر فقال له الخلافة وحدة الامة الاسلامية تركيا تعود الى مجدها الحقيقة هي محاولة كانت من اردوغان الجمع بين الاسلوبيني في التجارة يعني كل المنافق لكن ما مشيتش في تركيا التجارة كانت تبشي في مصر في السبعينيات كانت تبشي في مصر في الاربعينيات انما مشيتش في تركيا ولذلك حضرتك هذه المحاولة بقت بالفشل ومش بس كده اي محاولة هتظهر مستقبلا من اي حركة دينية جمعية شرعية جمعية انصار سنة او غيره لن يتلززوا كثيرا بفكرة التكفير اللي كانوا بيتميزوا بيا عن اهل الفكر الصواب بيقول فكرة التكفير ليه عشان ما تبقاش المسألة مسألة اختلاف اراء فحق الانسان انه يفكر لان المسألة اختلاف اراء لا المسألة تبقى كفر وايمان فلا يحق لاحد ان يناصر غير الذي يحمل بيده او يدعي انه مسلم الحقيقة الفكرة دي نجحت انا اقول يعني من 71 لغاية 1900 لغاية 2002 تقريبا بدأ النزول المنحدة بدأ في النزول مع غلبة الشكل السياسي وظهور النفعية على الاخوان ونفس الامر في تركيا ولذلك حضرتك ارتباط الاخوان في مصر مرتبط بوجود الاخوان في تركيا مرتبط بوجود الاخوان في تونس ايضا وفي المغرب وفي الجزائر الانهيار عام لكن احنا لاحظنا في مصر لان الوقفة الشعبية كانت قوية ولان الجيش سند على الاقل عمل مانع فكري من ان يعاد استثمار المناخ مرة اخر لكن اعتقد تونس هتاخد خمس ستوش وكمان اخر اه دكتور ادريس الكمبوري في الرباط اه اساز طارق ابو السعد طرحة فرضية اريد ان اختبرها لديك وهي ان حالة الاخوان الان وهي حالة اه تبدو بائسة يمكن ان تتحول الى اه مرة اخرى دورة جديدة لحياته بشرط واحد وهو ما اسماه الدعم الغربي هل ترى بدءا ان الدعم الغربي في الاعوام التسعين عاما السابقة الاخوان كان مركزيا وهل ترى ان هذا الدعم الغربي اذا وجد هل يوجد اولا واذا وجد هل هو كاف لعادة الروح الى جسد يبدو انه يموت نعم انا لا اعتقد بان الدعم الغربي يعني هو الفاعل الرئيسي في المسألة نعم هذه الحالة حصلت عندنا نحو في المغرب سنة 2007 عندما خرج ان ذلك استطلاع كان موتين ومفاجئا وقتا استطلاعا استطلاع امريكي قال بان حزب عدل والتنمية سوف يكون هو الرابح الاساسي في انتخابات سنة 2009 واترى ان ذلك دشرة وظهر بان هناك اياد غربية تريد ان توظف الاسلاميين في ليس في الحكم لان الغرب لا اعتقد بان الغرب يريد حكما مستقرا في العالم العربي انما يريد ضرب اطراف باطراف اخرى يريد توظيف الحال الاسلام السياسي لضرب استقرار وهيبة الدول وهذا ما حصل ايضا سواء في في مصر او في غير مصر كما قلت في في السابق يبقى ذلك وفقا للنظام السياسي متعيندنا نحن في المغرب نظرا لوجود مؤسسة تابتة تاريخية مستقرية مؤسسة المؤسسة الملكية وامارة المؤمنين نظرا لهذه هذه المؤسسة هناك يعني خفوط لسخب الاسلام السياسي لكن لا اعتقد بان يعني بان جماعة اخوال المسلمين سوف تعيد الكرة من جديد لاننا هنا احنا لا نطرح الا معادلة الرأي الهام وكأن الساحة السياسية فارغة لا هناك اطراف سياسية كثيرة داخل المجتمع المصري لن تقبل اليوم بالاخوال المسلمين بنفس النمط الذي كان عليه في السابق انا قبل ايام كنت اقرأ مقالا للمستشار طريق البشر رحمه الله الذي ودعناه قبل ايام وقدر اشتركوا في القناة شكرا 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 هناك دوما تجنيد جديد للإخوان عدا الفترة من 1965 إلى 1974 حيث جاءت موجة الجامعات التي كنتم أنتم فيها في هذه الفترة كان التضييق الحكومي والشعبي على الإخوان صارما إلى درجة أن التجنيد كان من البيوت من أبناء الإخوان وليس من خارجهم وتوضح الأسماء كلها في هذه الفترة في التسعة وعشر سنوات أن التجنيد كان داخلين ثم انفتحة بعد ذلك مع 74 ومعكم أنتم في جيل الجامعات الآن هل هناك وده أحد عناصر البقاء ملاحظتي أنه لا لكن السؤالي لك هل هناك تجنيد جديد للإخوان في مصر في خلال السنوات الثمانية أو التسعة السابقة أم أن هناك كما يقدر البعض عزوف من أغلبية الإخوان عن المشاركة أصلا في أعمال الإخوان والعودة إلى المنزل والعودة إلى البيت والعودة بعيدة اللجاء بعيدة عن الدماء وأنا أعتبر أن واقع الأزمة وشعار المظلومية واستعراض فشل آخر بيبقى هو الرصيد اللي بيغزي جيل جديد بمعنى أنه يجمع كل هذه المسائل ويضعها في كوباية أمل شرباره كوباية أمل أن الأمل فيه هؤلاء هنا حيصطدم بحاجتين سابق التجربة لأن التجربة بيّن حتى كيفية معالجة مشكلة الأمحة سد النعضة فأثبتت الفشل للتطبيق في تونس بيانة قديس صراع على السلطة والرغبة في الأيمنة كما قالوا أستاذنا ده مرض ده أضل وبالتالي عملية تجنيد جيل جديد هتصطدم بالواقع هتصطدم بالتجربة مش هينفع فيها الخيال يعني يقول له الأمل فيه كذا زمان حتى تم اختيار الشعار الإسلام هو الحل بمعنى أن أنت بتوعاني من المشكلة وأن الإسلام هو الحل صحيح يقول الإسلام مش أنا نعم هو يقول الإسلام مش أنا ثم يطرح نفسه على أنه هو الإسلام لو كان شاطر كان قال أنا أنا الحل عندي أفكار لكن هو بيقول الإسلام ليه لأنه بيستغل بيستغل هذا الواقع الملاخ بط في زند دي تسطح أوه في التمانينات أثناء الحكم الصابق في التسعينات إنما في ظل واقع الإنجازات اللي موجود حاليا مفيش أزمة في أزمات موجودة عالمية في أزمات موجودة بحكم الفشل السابق إنما في حلول هذا المناخ اللي هو متعلق بالحلول بتقل فيه إمكانية جذب أفراد زائد إن عملية الأشبال أو تنظيم الأشبال كل الورصة بتوع الإخوان الحاليين أنا بقول كل بلا استثناء مش إخوان كل الورصة كل الأولاد جميعاً بما فيهم أولاد مرسي نفسه أعزي على الخلاف ما حدث فيه 65 يعني حتلاقي قمة التكفير كانت بنتها عبفتاح اسماعيل مش عارف مين ابنها عبفتاح اسماعيل لا 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 الوضع اختلف الآن كل القمة من الإخوانية ليس من بينها ليس من بين ورصتها إخواني واحد مش بس بقى أشبال وتنظيم أشبال وتنظيم أخوات لا 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 كل ده تلغى أنا بدلل على ذلك بأن الجميع ليس من بين ورصتهم حتى أولاد مرسي نفسه لم يكونوا لا متدينين ولا إخوان ويمكن البعض ظلامهم بأنه هو بيحاسبهم على فكر أبوهم هم مش على فكره خالص بالعكس هم متحررين جداً جداً وبيؤمنوا بكل نظرات مدنية حتى اللي مات منهم يعني مات في حياة متفتحة نعم ده يعني مجرد اطلالة على هذه اطلالة مهمة اه اطلالة وإنما فيش ورصة خلاص صحيح طب السيد طارق وهذه طبعا الأسئلة الأخيرة في الحلقة نعم أيضاً عنصر آخر هل سأسأل هل له يعني دور في نهاية الإخوان وهو عنصر بروز حالة العنف لكي تصبح إيديولوجيا حالة العنف المستمدة في الأصل من في الأصل موجودة في الجماعة لكنها بلورت مع كتابات سيد قد كانت حالة طوال الوقت تخفى عن الناس نعم وتأخذ بداخل إما المرشد الغائب ومن لف لفه أو التنظيم الخاص قبلها نعم لكن الآن ومنذ عام 13 والثورة في مصر حالة العنف أصبحت إيديولوجيا معلنة نعم وعلنت في رابعة العدوية على منصة نعم وكفر الناس على منصة وحكم بردة الناس على منصة وزار التنظيمات عنيفة للإخوان تمارس العنف صراحة ولا تزال في مصر بشكل واضح هل بروز إدريجة العنف سيكون أحد العناصر أو أكان أحد العناصر التي أدت إلى انسحاف قطاعات كبيرة إلى منازلهم ويكون أحد العناصر التي تحول كالعادة دون اتساء الجماعة جماعات العنف دائما جماعات صغيرة هل تعود جماعة الإخوان لكي تكون كجماعات العنف التي شاهدناها في السبعينيات والثامنينيات جماعات العشرات العنف أسقط خطاب الإخوان القديمة الممتد أنهم جماعة وسطية معتدلة إثبات العنف لم نعود في حاجة أن نحن نشبط أنها جماعة عنيفة سواء من الفكرة أو من البزور إلى أن الثمرة أصبحت واضحة للجميع حتى الأفراد الإخوان نفسهم اللي ربما كانوا مش مصدقين أن فيه ثمرة للعنف والمجتمع كان يظن ويحمي أفراد الإخوان تحت عنوان أنهم مظلومين وربما الأخطاء التي حدثت في العهود السابقة كانت ردية فعل وخلافه لكن ما شاهده المجتمع بذاته من ممارسات عنيفة وإرهاب حقيقي وقتل على الهوية وقتل واحتراب وممارسات لم يكن الإخوان في السابق يعني يمارسوها أسقط أي محاولة للإخوان أنهم يتجملوا سقط القناع وانكشفها لوك الحقيقي البزرة أنتاجة الثمرة البزرة عنف البزرة بزرة عنف والثمرة ثمرة عنف لا خلاف عليه والاتصال التجنيد والأجيال انقطع بالفعل لكن الإخوان بتراهن على نسيان المجتمع لذلك يجب أن يظل الإعلام والمهتمين بالثقافة والوعي يذكر الناس أن هناك فصيل لا يعمل لصالح الوطن وأنه قادر على أن يعود ربما مش بردتنا إينا ولكنه لو تمكن من العودة سيكون شر مستطر على المجتمع عظيم طور إدريسي كاموليا الرباط لدي دقيقة تقريبا لا تزيد دقيقتان على سؤال يبدو صعبا كباحث وأيضا كمهتم بالتاريخ هل يستطيع من الآن وقبل اكتمال المائة عام على تأسيس جماعة الإخوان أن نقول أنه سيأتي مؤرخ بعد عشرين عاما لكي يكتب وفي القرن العشرين نشأت جماعة اسمها الإخوان وفي القرن الواحد والعشرين انتهت هذه الجماعة وأننا سنكون إذا إما كما ذكرت عن زوايا صوفية أو جماعات إرهابية عنيفة كجماعات ظهرة تضم العشرات هل هذا ما سوف يكتب في التاريخ لهذه المرحلة بعد عشرين عاما نعم هذا كلام صحيح وأنتم دكتور ضياء أدرابي هذا المسائل أنا أعتقد أنا أعتقد بأن جماعة إخوان المسلمين تيار الإسلام وأن هذه المسلمات تطور انتهاء الشعار مثلا الإسلام والحل كان في فترة معينة يبدو شعارا مقبولا لأنه كانت هناك فصائل إيديولوجيا تطرح شعارات أخرى فكان لابد أن يطرح الإسلام كحل ولم يطرح الإسلاميون فقط هذا الشعار طرح علماء وطرح وفقهاء لم يكنوا ينتمون سياسيا لأنه كان هناك معسكر في حتى الأنظمة السياسية في مواجهة الشراكية وفي مواجهة تيارة الإلحاد وإلى آخرين طويت الآن الإخوان المسلمون لازلوا يحنون وضعت الفكرة دكتور إدريس الكامبوري دكتور إدريس الكامبوري ضيفنا من الرباط الكاتب والباحث في شؤوني الجماعات الإسلام السياسية نشكرك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة وهنا في الستوديو أسعدني عن أشكر ضيفايا الكريمين أشكر الأستاذ مختار نوح نوح خبير حركات الإسلامية والإخوان رسميه خصوصا والمشارع السابق والمستشار القانوني والمختصص فيها الدائم أشكرك على تشريفك لنا أما أنتم مشاريين الكرام فشكري كل شكري لكم واشكركم على متابعتكم لنا ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى شكرا